في بيت متواضع بإحدى ضواحي العاصمة بدأت قصة الجاسوس الذي أفشل العشرات من الهجمات الإرهابية التي كان تنظيم داعش يخطط لها لضرب بغداد إنه النقيب حارث السوداني عضو خلية الصقور الاستخبارية الذي اخترقت تنظيم من الداخل سنوات أدى كناقل لسياراته المفخخة حارث بدأ ينقطع عني يعني مو مثل قبل شنة أشوفه مثلا باليوم أو باليوم ثلاثة أربعة أيام أنا أشوف أولي عليه أقولهم جو بولي أخلي شوفه 15 دقائق حتى شوية لأنهم أتلاطفوا أو أشبع منك حنانة وبينهم أسألة عن بعض المعاوقات التي بالعمل تواجه النقيب الجاسوس كان قرر اختراق التنظيم رغم خطورة المهمة التي كلفته حياته في نهايتها بعد إن كشفت تنظيم أمره ترك خلفه عائلته الصغيرة الفخورة بالإنجاز الذي سجله نتفاجئنا بخبر فقدان لأن ندربي هو عملية اللي قام بيها عملية استخباراتي وأقرب الناس ما يقولهم أنا شي أشتغل ندربي هو ضابط الداخلية فاتفاجئنا بعملية اختطافة من تنظيم داعش نعتقلوا عملية داعش ومجرة هاي الأحداث ما يقارب بالسبعة الشهر الثمانية لحد ما نزل الاصدار ما لتنظيم داعش بعدامه جدران بيته التي تحمل صوره برتبته العسكرية تختزل القصص التي كان يمتنع عن روايتها لأقرب مقربيه حفاظا على سرية العملية وهما فاجأ أقرباءه وأصدقاءه وأبناء الحي الذي يعيش فيه من العاصمة العراقية بغداد ماجد حميد العربية